السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. حلقة جديدة سوف نرى عدة أخبار من بينها. وبالفيديو في دقيقة أو دقيقتين كيفاش خديت البونوس دي الفحص السيارة أو دي الريفيزيوني. اليوم ما درت الريفيزيوني للسيارة ديالي. وجد درته سريعا يعني في دقيقة. غنوريكم كيفاشي إخوان وجميع الناس لذات الريفيزيوني هات السنة للسيارة ديالها. وما زال غديت ديرها هات السنة أو السنة اللي فاتت ب ابتداء المشهر ربعة. رح عندكم حق أنكم طلبوا هات البونوس. غنتكلموا كذلك على توقيف تسعود وعشرين شخص في إيطاليا. بسبب واحد تحقيقي إخوان اللي دامت قريبا سنة. ما بين هات تسعود وعشرين شخص كذلك مواطنين مغاربة. والسبب هو الزيارة المستمرة للمواقع ديال داعش. غدينطرقوا لهات الفقرة. وغنوريكم عدة أشياء جيد مهمة. غنتكلموا كذلك على تقارير حول الحرب الروسية. وفي هات الفقرة غننتكلموا على الجديد. تقدم ديال جيش الروس في نواصل الحرب. أشنو قع الأسلحة اللي سلمس إيطاليا الأوكراينا. وكذلك القرار المهم اللي خضب أيضا عرض هذه دقائق قليلة. وكذلك الاتصال الهاتف اللي كان ما بين أردوغان. بوتين. وكذلك تزيلانسكي. غنتكلموا على هذا الشيء كمان. وغمش ندير واحد تذكير بالشروط الدخول والخروج من المغرب. يعني اللي بغي يدخلوه خرج من المغرب. أشنو هي الشروط. في ثلاثة دقائق غدي نعودوا راجعوها من جديد لأنه بزافية ناس كتسوهوني في الإنستغ غمش نتكلموا على واحد البونس اللي أنا عارف لأنه الناس اللي ستستفدوا منه قليلة. ولكن إلا كانوا عرجوش ديات الناس اللي ستستفدونا ثلاثة فهد الناس كمان اللي كتفرج غدي يوصلا هاد بونس ما فيها بس. غدي نتكلموا إخوان على بونس ستفئة يصل حتى لسبعمائة أورو مع شركة إيران. اللي هي يكن في بعض المدن بحل بارما بحل طورينو وكذلك جانوفو. غنتكلموا كذلك إخوان على الحي ديال بلاستر اللي كان في بولونيا. شوف الفيديو اللي نشرت الشرطة الإيطالية على هادوك العصابة اللي تم تفكيك ديالها ديال البيع المخدلات. كانوا كي تستمتعين بميكروفونات. سمعوا المواطن المغربي اللي كانت رأسات الشبكة أشكان كيقول. كانت عنده طيقة كبيرة في نفسه. وبطبيعة حل غنت تطرقوا لعدة أخبار أخرى اللي مذكورش في العناوين. وكيف مالعادة كنمغير أشكركم جزيلة شكرا لدعم ديالكم بالقناة. واللي ما مشاركش. اشاركوا يا إخوان باش قوت تصدوا بالجديد إن شاء الله. فهذا الفقرة وساري يعني إخوان بيدون إيطالة غديمشوا نشوفوا كيفاش تاخدوا البونوس ديال الفحص التقني ديال السيارة. أو البونوس ديال الريفيزيوني. لأنه كذ ما راكم عارفين الحكومة الإيطالية السنة الماضية زادت في التمان ديال الريفيزيوني ديال السيارات. زادت فيها تقريبا 10 أورو. وفي عيوة 70 أورو اللي ستتخلص الناس إجماليا واللي كانت كتتخلص سابقا. غاتولي تخلص دبا حاليا 80 أورو. اليوم أنا درتها خلص تعده 70 أورو. لذ لذلك حيث تعرف كيف يطلبت كذلك باش نوري الناس أخرين اللي مهتمين. بعض الأمر كيف يطلبوه. بطبيط حل البونوس اللي كنت تتكلمو عليه إخوان راه هذه العشرة أورو. ما كثير بزاف. هاتش لش دارو. دارو لأنه ناضي جمعيات ديال حماية المستهلك. وكذلك بعض النقابات اللي كتتكلمو على الزيادات وبل أنه هاتش ما مقبول يعني كنت تدخم غالاء الأسعار وعدة مسائل. والحكومة فاش كتفكر كتفكر أنها تزيد تمن ديال الريفيزيوني على المواطن. لذلك الحكومة الإيطالية قلت لهم على الأقل هاتش السنة باش يعني الناس ما تجيهاش الريفيزيوني قاس حشوية. غنعطيهم هاتك الزيادة اللي ازدنا عليهم هاتش رجعوها لهم. ولذلك اللي بغير رجع عشرة أورو راه سهلة. جوش دقيق غدي ترجع ما غدي تحتاج لشي حاجة. وبلما نطول عليكم بزاف هاتش ما كيفاش غدي تديرو. وبلما نطول عليكم بزاف هاتش ما كيفاش غدي تديرو. غدي تكتبو بونوس آوتو سيكورا أو بونوس فييكولي سيكوري. وغدي تنزل نطول عليه ورابط اللي مكتوبة فيه بونوس فييكولي سيكوري ستجدو عليه. ستتجدو لما تضح الواجهة. غدر اتشادي. غدر اتشادي مرة ثانية. ستدخل بصوارو بطبيق التصوير لانك تصويرها بالتطبيق بصوارك الدوليسي. واضح لانك تعتبر اسهل طريقة بشد. المهم يمكن انتجدوه سيطلبه منكم يعني اخذوا معلومات غدر ايبو او اضحضيه ت PTSD تدخل تارجة درسيارة ديالك او ديال المطور ديالك. لانه حتى المط ستكتب الطريقة هنا ومن بعد ستختار نوعية نوعية مطور سيارة ومن بعد ستكتب 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 10 أورو ستكتب 10 أورو ستكتب 10 أورو ستكتب 10 أورو ستكتب 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 50 أورو 50 أورو 50 أورو هذا الفقر ستجد تحقيق مطول لدام أشهر وأشهر تقريباً كثير من سنة وبطبيعة الحال في هذا التحقيق النتيجة دياله سنتكلم عليها في هذا الفقرة من بين النتائج هو أنه السرطة الإيطالية في هذه الأيام الماضية يعني كنتكلم عليها يومين هذه يعني دارت اقتحامات في بعض المنازل كنتكلم علي 29 منزل ديال 29 شخص في 19 مدينة مختلفة من بينها تورينو ميلانو بولونيا وعدة مدن إيطالية رهم 19 صراحة من بينهم كذلك فيرونا وهد الأشخاص رهم متعددي الجنسيات ما بينهم كذلك مواطنين مغاربة علاش هد الناس كانوا دخلوا حتى تحقيق المدة دياله عام لأنه عندهم علاقة بالإرهاب على حسن ما كتقول الشرطة الإيطالية وهذا الشي كتقول الشرطة الإيطالية من بعد ما أنه عام هدي تصلت بيها الـ FBI المخابرات الأمريكية وقالت لها شوفي راكيني انشي بعض الأشخاص من إيطاليا اللي مش يعني كيدخلوا المواقع ديال داعش تساطحوا عتل قارسوف هذا الموقع بل كيدخلوا باستمرار يعني في الروتين اليومي مخصم لا بدهم يدخلوا واحد المواقع ديال داعش ومن ثم يا إخوان بدايات المخابرات الإيطالية كتبت تحقيق دياله هاد الناس فين كانوا كيدخلوا كانوا كيدخلوا بما يعرف بالدارك ويب يعني الانترنت المظلم واللي الناس باش كيدخلوا كيدخلوا عن طريق التطبيق اسميه طور ولكن يا إخوان الناس كيسحاب لها بلا أنه هرا كيدخل بطور راها قديتكون المؤمنة وما عندها مشكلة وكيدخلوا في المبغات وكيدخلوا في المواقع الإرهابية وهذا التطبيق ديالتور يعني من كيس بغي تدخل الانترنت المظلم كتلقى فيه كل شي وطبيق الحال بزادية الناس ستسأل علش نوش كيدخل في هذا الانترنت المظلم مثلا كين مواقع ديال المنظمات الإرهابية بحل داعش كين كذلك مواقع اللي كيتبع فيها أي حاجة ممكنة أسليحة أعضاء ديالإنسان كتلقى كذلك سيكار يعني قتالة يعني الناس كتدخل لهذا الدارك ويب باش كتشري قتال يعني كتسقول يقسل يا الشخص الفلال فلاني وأنا غنعطيك واحد القيمة مالية هاتش كامل يا إخوان كينفهب دارك ويب ماشي سهل باش توصل ليه ولكن اللي كيقلب على شي حاجة شي يلقاه وهذا الناس قلبوا على بعض المواقع واللي جبدتليهم مشاكل طيب يتحل في المرحلة الأولى وعير باش نعطيكم فكرة كيفاش شكي ياخده المعلومات الناس وكي عارفو مش كونهم مايه ما غير عارفو مش عن طريق التطبيق لأنه التطبيق آمن واحد درجة كبيرة بزاف ولكن لوقات اللي كيبغيوا يعارفوك غادي يجيبذوك غادي يجيبذوك مش وعند الشركات دلاتيصال هنا في إيطاليا يعني تيم ويند فوضافون هذوك الشركات وطلبوا منهم جميع المسائل اللي كتخص هذوك الناس يعني فين كانوا كيدخلوا يعني خادوا واحد الميلف ديالهم والبوليس داك الساعة بحت فيه طبيعي الحال من بعد ما حبسوش عرهنايا ولا كي مشوا بطرق اللي هي تقليدية يعني كي تبعوهم عن بعد يعني كي تجسو عليهم كي يدروا لي مربمة كاميرات وكذلك ميكروفونات في الأماكن اللي هما كيبشو لها بزاف كي يحاولوا أنهم كذلك المواقع التواصل إشي ما يشوفهم أشنو كديرو وكينما بين هذ الناس بعض الناس اللي كانوا معروفين بالتطرف ديالهم عبر الإنترنت يعني عندهم أفكار اللي هي متطرفة طبيعي الحال الحالي نشنو قا كيف ما قلناها 29 شخص راهم تشدوا وطبيع الحال راكي يسطر على واحد الحاجة اللي هي مهمة هذ الناس را ماشي تضلموا زماكين عاد تدخل هذك الموقع قال آجي هذا غنشدوا لا راه ناس اللي كانت كتدخل ديال المواقع باستمرار كيدخلوا الموقع ديال أعماق اللي هو الموقع الإخبار ديال داعش الأنباء اللي هي المجلة ديال داعش الفرقان اللي هو واحد الراديو ديال داعش وكذلك البيان اللي هو موقع كيتنشروا فيه عدة أشياء اللي كتخص كيفاش جاهد طرق ديال كيفاش درب راساك يعني عدة مسائل وعدة يعني ملفات اللي كانت عندهم تخص القصة والتاريخ ديال داعش ولذلك هذ الناس راهش بدهم يا إخوان بواحد العمل اللي هو يكبير بزاف وطبيع الحال النصيحة اللي تنقوله دائما هو أنه الفكر تطرر في الواحد خاصي بعد عليه يعني ما شي حد كين واحد المخابرات غدي تجيب ذك ولكن لأنه دكش ما مخرش إحنا في هاد البلد بغن نعيشه في أمن وفي آمان وفي استقرار ولذلك هات الشي مع الدب باش نفعهم غدي تدخل تشوف أشنو غدي تدخل تشوف يعني اللي بغن دين نراها المواقع ديال دين معروفة القنوات رهم كينوا في بارابول اللي ما قنعوش البرارابول راكين قنوات في اليوتيوب ديال أحسن يعني العلماء ديال الأمة الإسلامية حاليا من جميع الدول العربية ولذلك الواحد يتعد من هات الشي راها ما كيش اللي ما كي تجبتش راها كل شي كي تجبت عمس ألس وقت فهذا الفقرة غنشوفوا هاد الفيديو اللي نشرته الشرطة الإيطالية ديال مدينة بولونيا وبالتحديد كيتكي تكلم الشي لواقع في الحي ديال بلاسترو وبالتحديد باش فاهمكم أكثر الحي اللي سالفيني مشلصونا فيه على عائلات تونسية وكيف ما قال القاضي ديال تحقيقات اللي كي حقق في هذه القضية لأنهم يا إخوان تم تفكيك عصابة كبيرة ديال بيع المخدرات في هذا الحي الحي ديال بلاسترو بطبيع الحي القاضي قال ليهم سالفيني أخر لينا وعطمنا بزاف التحقيقات ديالنا وكنا غذين قدروا أننا نوقف التحقيقات لأنه هذوك الناس وهذيك العائلة والناس اللي ديرن بيهم والناس اللي كانوا مترأسنهم كانت ضيجة الشرطة الإيطالية عارفها مش كونا هما وكانوا كدروا التحقيقات وقالوا من بعد هذيك تصونيا اللي صون عليهم سالفيني يعني تعطل بزاف تحقيق ديالنا وهما يولوا وعيقن بالله أنه الصاد قريب منهم وبدلوا كذلك المكان اللي كانوا حطن فيه الدروغا رئيس الشبكة اللي هو مغربي بدل المكان وحيدوا منوح البلاتسو وده البلاتسو ثاني ومن بعد بدل المكان إلى البلاتسو ثالث المواطن المغربي اللي مترأس هذي الشبكة اللي عنده 38 سنة واسم صلاح الدين فتجيلات صوتية اللي دارت الشرطة الإيطالية كيقول صاحبو في الكنتينا حيث كانوا حطن ميكروفونات كيت صنطعين في الكنتينات قال لي أنا هذو غدي نصطيهم صعيب بشي شدوني وزيادة على هذا قال لي أنا راه لقيت وحد ثلاثة الميكروفونات نهار اللي داروهم وزيتهم وليحتهم طبيع الحل كنت تكلمو ميكروفون ملقاش والبوليس قادروا أنهم يسجلوا هذا الكلام قال لي أنا ديما مني كنت عن الصاد قرب مني وكنت مقرب مني كان محل للمغرب وكن ضرب لهم الخدمة كلها في الزيرو وقال لي دابرة قريب أنا أنا محل للمغرب سأجل السفيد من الشهور طبيع إخوان هذو كنت المعنم هل كانت ما سأجل المقال أرى عائلات ويأرون من بعض الوافات من السيد اسمه رينالدي نيكولا رينالدي من 28 سنة ومن يقتل وقالوا بأنه عمل المافيات وأنه شبكة المغريبية التي تضم لها العائلة رينالدي كاملة هذا المغاربة والبانيز الذي ترأس هذا الشبكة كانوا رفاقاء الخوات نيكولا وإنسيب بين قوسين الأم هذه الفتيات كانت تهيكة مغريبية معهم ويأتي لنسيب المغريبية والفلوس والحشيش والمواد المخدرة بالطبع يتحلي عن طريق الكاميرات وعن طريق التجسس لدارة الشرطة الإيطالية اكتشفت بلا أن العائلة رينالدي هذه العائلة بوحدة أما الناس التي كانوا مترأسين لا تكلم عن هذا المقال تبين بلا أن سيارة وموتور قيمة مالية ومشاركوا المحل التجاري في تشينترو كوميرتشال البيلاسترو ومشاركوا ديور قيمة 95 مليون ومشاركوا شركة بيع السيارات ومشاركوا موبيلات ولذلك بفضل الميكروفونات قدروا أنهم يعرفوا بزاف الحقائق وتم توقيف هذال الناس الذين في الحي البيلاسترو هم المتحكمين في السوق المخدرات فهذا الفقرة ستفهموا بزاف الأشياء والجديد اللي واقع حاليا في الحرب الروسية على أوكراينا وبطبيعة الحال هنا كيف ما تشوفوا هذا البحر الأسود وهذا بحر آزوف لحاليا من مدينة ماريو بول ميناء اللي متواجد في بحر آزوف ستنطلق أول سفينة عام بالمواد الأولية ستنطلق نحو روسيا وبطبيعة الحال الغربيين يتكلمون على سرقاء ونهب لأنه كيقولوا هذه المواد الأولية كنتكلموا على أشياء بحل الحديد يا إخوان ومواد أخرى يعني رأتوا استخرج من أوكراينا ولذلك الروسيين تسرقوها باش يديوها لبلادهم وبطبيعة الحاجة أخرى هي مهمة هو أنه احتد زابوريجي إخوان هذه المدينة اللي فيها محطة نووية كيفما تشوفوا معيها نفس الصورة من أجل تولي الطاقة الكهربائية هذه المحطة حاليا رأيها تحت السيطرة ديال الروسيين وفي الأيام الماضية قالوا الأوكرانيين إلا بغيتوا الضو اللي كتولد هاد المحطة النووية خسكم تخلصوه غادي نولي ونبيعوه لكم وإلا ما بغيتوش ضو غاديوه البلادنا يعني غاديوه ديركة الروسيا لأنه كيفما كيقولوه طاقة الكهربائية لا يمكن تخزين ديالها ولذلك خاصة بشي لا بدش بلاصة إلا ما بغيتوش خلصوها غاديوها البلادنا وانتو ما رأى مستحين اعطوها لكم فابور لأنه حاليا تحت السيطرة ديالنا وأشهور هذه تتحكم فيها يعني المؤسسة في روسيا تتحكم في المحطات النووية زيادة على هذا اليوم كذلك بايدن يعني على أنه أمريكا لن تسلم أوكراينا صواريخ اللي هي عند المدى المتوسط يعني صواريخ اللي تقدر تطيح في روسيا وهذا الشي اللي روسيا كانت تحدرت منه يعني هاد الأيام الماضية وحتى اليوم كتقول لهم عندكم تصفت لهم أسليحة اللي تقدر توصل عندنا حناية لأنه سيكون عندنا واحد تصعيد وصراحة الدول الغربية وكذلك أمريكا خيف من تصعيد حاجة خلال هي مهمة كذلك هو أنه اليوم كانت مكالمة هاتفية ما بين زيلانسكي وأردوغان وكذلك أردوغان وبوتين وطبيط حال حاليا توركيا حيث عندها يعني يعني على أن المكالمات سيكون كل وحدة بوحدة ماشي مكالمة وحدة وحضر فيها بوتين وحضر فيها تزيلانسكي بل سأعيط لنا أردوغان بوحده وسأتكلم معه ومن سيخطع معنا سأعيط لتزيلانسكي هاتش أخوان فاهم تصعيد المهم لكين هو أن في هذه المنطقة حاليا نراها كان صداع كبير بزاف وشوفوا معي مزيال الخريطة بشعرفوا الروسيين أشنوباغن لكن هو أن كيف ما تشوفوا معي حاليا نشوفوا هذه الخريطة هي اللولة عندنا المنطقة ديال لوهانسك راه هي هاتش كاملة يخوان عند الحدود هنا وكيف ما تشوفوا معي راه تقريبا بقتل هاتش المدينة ببوحدة وغي يحتل هاتش وحاليا نرى هكين أخبار متضاربة الروسيين يقولوا نرى دخلنا وهاتش اللي دارو هما الكتيبة ديال الشيشانيين دخلوا للمدينة وفي الصنطر ديال المدينة في حين أنه الأوكراني كينوكرو ولكن إجمال يعني إخوان ركن تكلم على أن مسألة وقت لأنه إلى مهربوش سيقع عليهم موقع الكتيبة الآزوف اللي كانت مخشية يعني في المصنع الحديد زيادة على هذا وأخبار أخرى هو أنه الروسيين وصراحة أنا شفت البارح في فيديو ووزارة الدفاع كتأكد أنه الصواريخ اللي سلمت إيطاليا سلمت إلى أوكراينا تم القصف ديالهم ماشي صواريخ رشاشات يا إخوان الصواريخ واحد اللعيب بحل المدفع اللي كتدرب بصواريخ اللي مطويلة بزاف المهم الروسيين تقولوا إحنا رأي ضربناها وكان واحد الجروب اللي كان في تيليغرام كنشر فيه الفيديو يعني هذ الحرب كيف ما كنشوفوها حاليا وكيف ما عيشنا حاليا ما عمر شي حرب قبلها مش فناها الروسيين إخوان في تيليغرام كنشروا الأغلبية القصفات اللي كديرو كنشروا كذلك تشاجر ما بين الجنود الروسيين وكذلك الأوكرانيين وبطبيعة حال منك تكون عندهم هما الغالب ينشروا ذلك الفيديو أما منك ينشروا هما العصارات لا ينشروا ولكن إجماليا تعيش الحرب بواحد طريقة اللي معمار كما رأيتها قبل يعني كأنه ألعاب بلايستيشن وكذلك هو مؤسف أنا بعض المرات كنشوف هذ الفيديو والله يسكن المقام صدوم تنقول شوف كيفش يعني الحياة عندهم تم في هذه المناطق يعني رخاصة لواحد درجة كبيرة بزاف كيلعبوا بالموت يا إخوان بمعنى الكريمة بطبيعة الفيديو اللي تنشر وليشفته أنا البارح كيبيل بلا أنه يعني تم القصف بطائرات الأسلحة اللي سيفتت إيطاليا إلى أوكراين والفيديو رأي كيزوم بزاف بطبيعة اليوم وزارة الدفاع لإيطاليا ووزارة الخارجية تيقولوا بلا أنه ذا كشيرها غير صحيح وبلا أنه الصواريخ والأسلحة اللي سيفت نحن الأوكرانيين ما تمش القصف دياله وبلا أنه ما زال كينا الأوكرانيين اللي كيشكوا بزاف تيقولوا الدول الغربية رسلوا لنا أسلحة سيفتوا لنا أسلحة خصوصا أسلحة اللي هي صواريخ تكون طاولة المدى أو متوسطة المدى وهاتش للأمريكان كيفما قلنا اليوم بايدن رفضه آخر حاجة غدين طرقوا له هو الاتفاق فيما يخص يعني ملف العقوبات السادس ركن تكلموا عليه إخوانا هذي شهر وأوربان اللي هو الرئيس ديالهنغاريا ما زال دير لهم العصف الروايدة ما بغيش يقبل بهذا العقوبات لأنه في الملف ديال هذي العقوبات السادس بغني بلوكي ويدروا الحضر على شراء البيترول الروسي وكيشي بعض الضول اللي كتعتمد على روسيا بزاف عطاوها يعني واحد الإعفاء إلى غاية نهاية سنة الفين وعشرين ولكن أوربان كيفما قل لهم اليوم يعني لا ميتود والطريقة اللي كتخدم بيها المفوض الأوروبية طريقة خاطئة الاتحاد الأوروبي خاصوا يجلس معنا ويقول لنا بغن ديروا واحد العقوبات ونتافقوا عليها جميعا ماشي كي قد العقوبات ببحده وكي قادم وكي جاعد نحنا يقول نصوت عليها لقلي ماشي أمار القضية طبي الحال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسول فون دراين قلت كانت من بلأن في اليومين جاية نقدروا نلقوا اتفاق وصراحة الاتفاق لقوا في صعوبة كبيرة بزاف بخلاف الاتفاقات اللي كانت قبل يعني في 24 ساعات يخرجوا الملف دي العقوبات هاد المرة راهم تعطلوا تقريبا شهر هم يتنقروا مبيناتهم وزيادة على هذا اليوم راها روسيا قطعت الغاز على هولندا يعني تجيب نفس الكمية دي الغاز اللي تجيب من روسيا غت جيب ها بثمان ربما أعلى ولكن غادي تهنى من روسيا حاجة خلال مهمة هو هولندا ما تشري بزاف را تقريبا من هنالشهر عشرة غادي تشري عير جوج مليار متر مكعب من هنالشهر عشرة اما ايطاليا حوالي ثمانين في العام ايطاليا في حين انه بلد اخر هو الدنيمارك لغدا 31 في شهر خمسة سيخلص بالروبلو ولكن حتى هم يرافض انهم يخلص بالروبلو سنرى ما سنرى معهم وش فعلا غاز بروم ستدعلي من روبين يا اخوان فهذا الفقر سنراجع وسريعا على الشروط لالذهاب إلى المغرب والرجوع منه وطبيعة الحال اخوان حيث مؤخرا بزادي الناس وخصوصا في الانستغرام كنتوصل بالعديد من الاسئلة حول هذا الموضوع طرقنا هذ المواضيع لوقات التي تغير القوانين ولكن غير جعليهم سريعا من أجل التذكير وغير يكون واحد تذكير سريع للذهاب إلى المغرب سنتكلم على الناس اللي عندهم 12 سنة وما فوق إلى كل واحد جالب الأول والثانية وديز عدة 15 يوم ممكن أنه يمشي بها إلا كانت هذه الجرعة الثانية ما زال ما فاستش 6 شهر فيما يخص إيطاليا إلا عندك الجرعة الثانية باقي خدام تقدر تشي به أما لك تسند 15 يوم إلى مكان جديزة جوج الأسابيع تحليل من نوع بتشري بطبيعة الناس اللي جالب عنده الجرعة الثالثة هذو يريد بشي عرب الجرين باس جو ستلقي كيف ما الناس اللي عندهم الثانية سري المفعول والناس اللي عندهم قل من 12 سنة اللي عنده قل من 12 سنة ممكن أنه يمشي المغرب بدون شروط في حين أنه اللي مجالب أو عنده اللولة والثانية وفاتلي رغي بشي دير تحليلة بتشري باش يقدر يمشي المغرب وزيادة على هدا الناس اللي عندهم اللولة والثانية وتعادوا فهذا الحالة تجارب الناس اللي هي عادي دوب العشرات كيقول يصفين احنا مشينا بالغريم باس دير الشيفاء ولكن كنوريهم الورقة اللي فيها الجرعة الأولى والجرعة الثانية خاصة جوج على جوج يعني جوج بار جوج مشي واحد على جوج لأنه إلا عندكم جرين باس اللي مكتبوا فيه واحد على جوج ما يخليكم جدوز ولذلك أنا فاش تصل ب رواية اير ماروك الخطط المملكة المغربية قالت لي الموظفة ديال من الاحسن اليك انت في الحالة ديال الجوج جرعات والجرين باس ديال الشفاء من الاحسن دير بتشاري يعني باش اتفاد المشاكيل ويعني كيف ما كان الكنترول اللي غايد درع لك غايد يتدوز لقيت شي واحد اللي هو يمعكس يقدر يشد معكس يقول لك لا هالجرين باس ديال الشفاء ما تقدر شد بي ولكن اجماليا اخوان انا را كنعود لكم جميع الاشياء اللي كتوقع وجميع الاشياء اللي زقالت ليا من الشركة وكذلك من الناس اللي مشت للمغرب اغلبية الحالة كيدوزو بجوز جرعات والجرين باس ديال الشفاء را كيدوزو المهم واللي خاف عنده شو كوكرا يبش دير تحليل بيتشاري بش في امان وما عنده مشكل زيادة الاشياء لدينا الناس اللي عن 12 سنة ما كي تشرط عليهم تش حاجة في ما يخص ايطاليا تقدر ترجع لإيطاليا عير بتحليلة سريعة إلا عندك الجرعة الثالثة ترجع بيها إلا عندك الثانية بقى فيها تسعة شهر بقى ما سكاد تقدر تدوز بيها أما عندك الثانية ضيز على تحليلة سريعة وإلا ما كنت الجالب تحليلة سريعة ماشي بتحليلة بالتحديد عرش سريعة لا تكون 48 ساعة و ستقدر تدخل للطاليان بدون مشاكل وفيما يخص الأطفال يحتاط إلا المغرب تقول لك قل من 12 عام يدخل بلا مشاكل إيطاليا تقول لك اللي عنده قل من 6 سنين هو 6 سنين والفوق يجب تحليلة بيتشارة إلى مكان جالب فهذا الفقر سريعا سنطرق البونس الذي صراحة لا يستفيد منه الناس بزاف ولكن على الأقل الذي لديه نوع سكال دامينتو في المنزل و لديه الشركة اسمها إيران والذي كان في جانوفو وفي عدة مدن أخرى المدن التي كان في جانوفو كان في بارما كان في بيتشارة فريد جيمي الفطورين الناس الذين لديهم في المنزل سيقدروا أنهم يستفيد من البونس إذا كان عائلة صغيرة أما لديه أطفال لا يريد 20 ألف لذلك إذا كان ربعات الناس سيستفيد من 487 أورو سكون على السكال دامين أما لديه أكثر من ربعات الناس سيستفيد من 679 أورو العائلة التي لديهم 12 ألف سيستفيد والعائلة التي لديهم أربعة الأطفال والفوق سيستفيد وإنهم 12 ألف سيستفيد 20 ألف والعائلة متكونة من شخص شخصين ثلاثة حتى الربعة سيستفيد من 487 والعائلة سيستفيد من 679 أورو سيستفيد لماذا؟ سيستفيد على التالي ريسكال دامين هو واحد النوع تدفيئة تكون بعيدة وخارجة يعني هذي الناس اللي عند هذي الشركة بالتحديد ما كيشعلوش تسخرية في المنزل ديالهم بل كتكون واحد المحطة اللي كتتسخر لي من الماء اللي تقدر تكون في الحي ديالهم ولا خارج الحي المهم اللي كين هو أنه كتسافت لي من المسخون عن طريق وحد تيوات كيطلع لهادك الدار ولا المستشفى ولا لهادك البانك أو لهادك المنزل وبطبيعة تتكلموا عن الناس اللي عند ملازين في هذه الحالة تطلع لهاده المسخون وينزل بارد ويعود يرجع بارد لهذي المركز اللي كيسخل الماء ويعود يسخن ويصيف طول اليوم لذلك يعني يسخن ديور ديالهم بهذا الطريقة اللي كيوفر فيها صراحة وهذا النوع ديال عندكم شارت قريبا باش تطلبو هاد البونس اشتركوا في القناة